النهاردة الأمن في أبهى صوره وفي أرقى صوره يعني أنا بتكلم على الاستعادات اللوجستية عندي اللوجستيات المؤتمر سواء تسكين سواء الإقامة سواء انتقالات سواء عملية الإجابة على تساؤلات أو استفسارات أو استعلامات من لحظة من قبل وصول الناس التسجيل تم ثم الاستقبال في المطار ثم النقل إلى الفنادق في أبهى صوره وأرقى صوره أيضا كل هذه الإجراءات أعتقد أنه فيه جنود مجهولين لابد نحن نشكرهم فيه جنود معلومين لابد أيضا نحن نشكرهم لكن الدولة المصرية بتضافل كل جهودها نجحت فيه الوصول إلى انطلاقة لقمة المناخ بشكل يليق بطموحنا يليق بأحلامنا يليق أيضا بإمكاناتنا احنا عندنا إمكانيات ضخمة جدا ونقدر ننجح لو إحنا خططنا واعتقد أنه أمورنا في هذا التوقيت كلها بالتخطيط بكلم على اللوجستيات ثم أنتقل من اللوجستيات إلى الأمن الأمن هو العنوان العريض إشعار الناس بالأمن يبقى الأمن المتحقق دون أن يكون هناك ضجيج هو ده النموذج دلوقتي لشغال وزارة الداخلية والإطار الشرطي الأمني الراقي المحترف المحترم أعتقد باين قدام حضراتكم في كل مكان بأضمن ده تأمين المداخل والمخارج والعناصر النسائية يعني الحقيقة منورة في كل الفعاليات الأمنية وكل تحركات الأمنية بنأمن الدولة بتأمن والشرطة بتأمن الداخلية بتأمن كل المداخل والمخارج والأماكن والتحركات لأن احنا كل دول ضيوفنا كل دول موجودين على رأسنا من فوق بنستقبلهم بنجيب على استفسراتهم بنأمنهم بنأمن تحركاتهم بيشعروا بالأمن والأمان ده كله نتيجة تحركات وخطط أمنية وضعت بشكل دقيق جدا بنأمن موسيقى